السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله بكاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهار ده معنا استخارة روحانية لبرج الجدي لفترة القادمة اصلا على الحبيب علي افضل الصلاة والسلام كتر في الاستخفار وفدوها عشان بيغير القدر يلا برج الجدي احضر معي ارمي الهموم ورا ظهرك صف النية وحط النية صفية ونشوف الصورة المطابقة على حياتك الفترة اللي جاي بسم الله فعلا الصورة بتنطبق عليك يا برج الجدي مظلوم يا برج الجدي مظلوم واستناس استغفر الله العظيم منها بس عايز اقول لك هالحاجة ناوي تغير مكان ناوي تبني حاجة مختلفة ناوي تشتري ارض تشتري شقة تشتري زي ما يكون ناوي يكون عندك انطلاقة جديدة تغيير جديد بالخير في حواجز بينك وما بين من تحب حواجز بينك وما بين من تحب الشخص اللي انت بتحبه في حاجز بينك وما بينه الايام اللي جاية الحاجز ده هيتفك وهتحصده خير باذن الله عشان عندك دعوة مستجابة الربنا انت واسك في نفسك الايام دي جدا بتشتغل على نفسك وما بقاش يهمك اي كلمة دايقك او اي حاجة تزعلك بتقول انا هعمل العمل الصالح وزي ما تيجي تيجي فيه قرار قرار شاغل بالك وما قالك مدة عايز تاخده ومش عارك القرار ده هيكون حلو جدا في حياتك زي ما هيكون قرارك بس القرار ده انت هتبني عليه حاجات كتيرة جدا عاكلها في حياتك الفترة اللي فاتت عندك هنا حاجة ممنوعة كل ما تيجي تعملها بتلاقي حد واقفلك فيها ومش هارف تاخد خطوة شايفة كمان انه فيه ناس بتستقطر فيه ناس عندك مستقطرينك حاسين ان انت حاجة مختلفة الايام اللي فاتت دي يا برج الجدي انت كنت مهمل في نفسك جدا وكنت جاي على نفسك وكنت ظالم نفسك وعاوزت ناس ما تستهلش فيه حاجات كتيرة بدأت تعملها فيه حاجات كتيرة جدا بدأت تشتغل عليها اربعة ايام وهيجي لك خبر والخبر ده هيفرحك فهيبقى عندك طلاقة جديدة وفرحة جديدة وهتستعيده بالله من الشيطان الرجيم عندك هنا فاتفضة فيه يومين بعد يومين بعد يومين هتدعي ربنا كتير جدا انه يحفظك ويغير من حياتك عندك ندرة عليك حاولتين توفي بيه عندك صفقة عرض عمل عرض شغل عرض جواز عرض تغيير الله الله اعلم بس انت عندك عرض جديد في حياتك الايام اللي جاية وهتعود حياتك اللي فيها الخير والسعادة التاني فيه رسالة عندك يا برج الجدي خلي بالك فيه رسالة هتجي لك انتبه على نفسك وخلي بالك من اتنين ستات انت في اشد المحنة عندك يا برج الجدي اليومين دول فيه خنقه وفيه ديئة الرسالة اللي هتجي لك هتبقى حلوة ليك وهيبقى فيه لقاء بينك وما بين الشريك وهيبقى فيه حساب هتعيدوا حساباتكم من تاني وهتاخدوا كل واحدة يقول اللي عنده فيه حد عندك تعبان ومريض ربنا هيشفيه الايام اللي جاية وهتكسب من المشروع اللي انت دخل فيه ومن الصفقة اللي هتجي لك بإذن الله مهما بتغلط ومهما بتعمل بتعود لربنا تاني دايما بتشهد على الحق وما بتقول شجر الحق يا برج الجدي بس خلي بالك فتح عينيك اكتر علشان تشوف الاشخاص اللي حواليك عايزين منك ايه يا برج الجدي بسم الله بص الخير اللي جايلك الخير والفرحة خير وفرحة جايالك بإذن الله بطريقة إيجابية وبطريقة حلوة جدا الخسائر اللي انت خسرتها دي كلها كانت مجرد وقت وهترميها ولا ضعرك وهتبص الحياتك بشكل مختلف انت فيه موضوع متردد فيه فيه موضوع متردد فيه ومش عارف تاخد فيه قرار وعارف تعمل ايه عندك هنا يا برج الجدي انت تخلي بالك من نفسك وتروح تعيد حساباتك من جديد وتشوف ايه اللي نقصك وتشتغل عليه تشوف عايز ايه وتشتغل عليه حاول تطلع صدقة يا برج الجدي الايام دي حاول تطلع صدقة بأي طريقة حتى لو تطلع حاجة من بيتك طلع صدقة عندك لمسة عشقة قرينك رجليك بتوجعك جدا يا برج الجدي رجليك بتوجعك جدا دمعتك قريبة منك بتعيط وتدعي ربنا بتعيط وتدعي ربنا عشان حس ان انت الظلام خاب ظنك في ناس كتيرة جدا خاب ظنك في ناس كتيرة جدا ناس اقرمتها ودتها وكبرتها وما تمرش فيها يا برج الجدي بالعكس ظلموك وجيف عليك عندك حسن حظ حسن حظ الايام اللي جايك بسم الله ما شاء الله عندك تغيرات جزرية في حياتك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى عندك بينك وما بين الاهل بينك وما بين شخص عداء في عدوه خلي بالك انت دايما صابر وبتقول طول ما انا صابر ربنا هيكرمني ربنا بيخيبش ظن حد ابدا دايما بتقول ربنا هو السميع العليم الليل والنهار والشمس والامر عندك بقيت مش عارف تعمل ايه حس ان انت تعبان مخنوق فيه خنق او فيه حاجة مسكاك بس ما تقلقش الشراء اللي انت عايزه تعمله هتعمله الفترة الجاية بخير بإذن الله ربك هو المستعال لك يا برج الجدي واتكل على ربنا بسم الله فيه واحدة ستة كل ما تطلع منه كل ما تطلع منه وتطلع من حياتك ترجعلك ناني وبتقولك انا حية طول ما انت حية انا مش هسيبك الفترة اللي جاية دي يا برج الجدي حاول ان انت تزبط نفسك بموعدك حاول تزبط نفسك بحياتك حاول تعمل حاجات مختلفة حاول تشوف انت عايز ايه وتعمله حاول تهتم بنفسك اكتر حاول تفعل شوية حاجات مختلفين فيه دعوة من قلبك الايام اللي جاية حلوة وفيه تجمعات باذن الله هتكون سعيدة لحياتك فيه هنا حد اذيك حد اذيك وبيزن عليه احرص وخلي بالك فيه هنا كمان حد اذيك خب زمنك في الناس كتير لاتظلمتي من الناس كتير محدش بيسأل عليك ولا حد فاكر فيك بس عندك امور حلوة انتو اكتشفتوا خيانة واكتشفتوا السر اكتشفت حقيقة اشخاص كانوا في حياتكم بيلعبوا على الطرفين اشخاص مكنوش كويسين عاملين الحق بالباطل انا قدروا ان هما كانوا اشخاص مجرمية ناس كلها اجرام ناس مش كويسة شايفين الافاعي اللي في حياتك فيه افاعي كانت في حياتك يا برج الجدي مش سايبنكم في حالكم بسم الله ما شاء الله كمان عندك اخبار حلوة في حياتك الفترة اللي جاية وهيكون فيه تحسنات جميلة بس حاول تخلي ثقة بنفسك وتعيد حساباتك عشان خاطر امورك فيه حد هنا بينقل كلام احذر منه انت عندك عمل جديد وظيفة جديدة فلوس جيالك في الطريق انت دايما بتسعى عشان تحققه دايما متحبش الحاجة تجيلك بسهولة دايما بتسعى عشان تبني مستقبلك بتسعى عشان تعمل العمل الصالح بس وراك اشخاص مش حبلك الخير لازم يعني انت لازم تغير من نفسك لازم تعمل حاجات كتيرا مختلفة هيكون عندك رضاء بالنفس وعندك تغيرات جزرية في حياتك وهتسعى في اعمال حلوة لحياتك بس خلي بالك فيه اشخاص مش حبلك الخير فيه اشخاص عندك مش حبلك الخير فيه حد عندك بيحاول يتعبك فيه حد عندك بيحاول يتكلم عليك وبيأزيك بطريقة مش كويسة وانت دايما متقلق وعشان نييتك صفية بتقول يا رب مناماتك مزعجة مناماتك مزعجة جدا وبدأت تخاف تنام خايف تنام جدا يا بورد الجدي بسبب التوتر والحيرة اللي انت فيه فيه رجوع لحياتك الفترة اللي جاية بس ارجع اقولك احزم من نميمة ومن كلام مصلحة حكومية مصلحة خص الحكومة ورقها تستلموها فيه دور ليكم انتو هتمضوا عليه يا الله وعلا فعايزاكم تخلوا بالكم لان فيه شوية تناقض فيه شوية حاجات مرفوضة ومش مرفوضة عندكم ابراج عندك برج المزام برج التور بينكم كلام بينكم مشاعر متل اغبطة بينكم حاجة هتحصل الفترة اللي جاية فتخلوا بالكم من نفسكم اكتر لان انتو على فترة من الفترات اللي هتكون احسن فترات حياتكم انتو بتسألوا اسئلة كتير بتقولوا الفرح اتاخر احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل او مش عارفين في ايه او ايه الدنيا فيها ايه لكن الفترة اللي جاية هيكون فيه خير قادم لكم والخير اللي هيكون قادم لكم ده هيكون فيه تفاعل وفيه حماس انتو بس تهدوا شوية وتهدوا اعصابكم نصيبكم الحلوة لسه قدامكم بس تخلوا بالكم من نفسكم لان انتو داخلين على حكاية هتبقوا عايزين تفهموها وكمان هتثبت وجدكم في حاجة كبيرة اوي فيه حاجة انتو مخبينها او انتو فيه حاجة فيه حد بتتجاهلوه والحد ده بالو مشغول بكم عايزين بيتكرروا بيتكرروا ان انتو تسافروا عايزين تطلعوا من العزلة اللي انتو فيها والوحدة الفترة دي لان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتو في عزلة تاما عن البشر في عزلة تاما quirky مش عايزين تتكلموا مع حد ولا تفتحوا مواضيع مع حد وعشان كده انتو عايزين تطلعوا رحلة عايزين تغيروا جوا عايزين تعملوا حاجة يكون فيها طاقة ايجابية للطاقة الايجابية ان انتو تعملوا الحاجة اللي انتو بتحبوها وماتخلوش الامور السلبية تأثر عليكم اهتمو بنفسكم اهتمو براحكم انتو هادوكم مشاغل يعني كذا حاجة بتفكروا فيها ممكن تكونوا انتوا طول الوقت بتقضوا الوقت في شغلكم بتقضوا الوقت في خدمة الاخرين ومش مديين نفسكم مثلا راحة مش مديين نفسكم حاجة باستقرار في حاجة عندكم مش مريحاكم في امور مثل اغبطة فتعبنين فيها في شوية امور هتتغير عندكم ان شاء الله بإذن الله او هيبقى في استقرار لحياتكم فيه كمان فلوس هتوصل لكم او انتم سالفين حد فلوس او مستنين من حد فلوس او فيه مبلغ من المال الفترة اللي جاه هيبقى فيه تقدم هيبقى فيه خير فيه كمان هنا هتربحوا حاجة فيه يعني ممكن تكونوا عندكم مشجرة او عندكم امور هتربحوها عندكم امور هتتخطوها عندكم رزق في حياتكم هيجلكم بإذن الله هتترددوا شوية لكن الامور هتختلف عندكم فيه فرق قريب جدا منكم او فيه امور هتكون قريبة جدا من حياتكم بس اعصابكم دايما تكون هادية وتستغفروا ربنا فيه صلح وفيه اعتزار فيه كمان اه حد اه او فيه واحدة ست الست دي فيه مشجرة بينكم او فيه زعلة الست دي بتغير منكم جزريا بتغير منكم وحزداكم على كل حاجة يعني بتكرهكم مش حبالكم ابدا ان انتم تكونوا حاليا في الخير اللي انتم فيه فيه زيارة عائلية الزيارة العائلية دي هيحصل فيها موقف هيحرقكم او هيديقكم او انتم هتكرروا ان انتم تمشوا وما تكملوش القاعدة دي لاني هتشوفوا بعنيكم قديه الناس مش كويسة كمان انتم مخنوقين وزهانين وعايزين تطلعوا من طاقة الكسل طاقة الكسل متحكمة فيكم بشكل كبير جدا بس هيكون عندكم نشاط وتفاقل وتغيير او حماس كمان انتم هنا القلب بتاعكم مضغوط القلب بتاعكم محدود في خانة ان انتم مش عارفين تفكروا بالقلب خالص وزي ما قلت انه فيه شد بمين القلب والعقل كمان بسم الله هنا ما شاء الله عليكم اا فيه حاجة انتم احلمتوا بيها او حاجة انتم مستمينها او انتظار للحاجة المعينة دي فيه اا كلام الفترة دي هيتقال مع واحدة عندكم من حرف الالف اا هتقول لكم نصيحة والنصيحة دي هتفتقها يعني هتكون سبب لكم انتم انتم تغيروا في حياتكم او هتقترح عليكم حاجة والحاجة دي انتم هتكونوا مبسوطين بها جدا لان فيه كلام هيتقال بازن الله الفترة اللي جاية وفيه استقرار مين اللي عندكم هيعمل عملية او انتم هتعملوا عملية او حد هيعمل عملية حاليا انتم عندكم حد هيعمل عملية او حد في سجن وفي دي الفترة دي باذن الله ربنا هيطلعوا منها لان الحد ده مخنوق طيب انتم عندكم علاقة مع برج العقرب وفيه امور مضغطاكم فيه امور مدايقاكم او فيه كلام مأثر عليكم فياريت تهدوا اعصابكم وتخلوا بالكم من نفسكم لان انتم اللي مش متحملين تقلبات ولا ضغوط ضغوط من طرف تاني ضغوط من حد مأثر ان هو حاليا يكسر بقلبكم اه حد مش بتاع وعود اه حد مش بتاع كلام يعني حد كده مش بتاع كلام بس مش بتاع يعني ما وعدكمش بحاجة لحد الان وخلق او عمل بيها دايما اي حاجة بيخلى بيها كمان انتم خلوا بالكم انه فيه حد عاوز يوردكم في مشكلة او يوردكم في حاجة وانتم بسبب دعوات الست الكبيرة اللي في حياتكم هتخرجوا فورا وهتبعدوا فيه علاقة حب وفيه تعارف وفيه حفاظ على حياتكم لان انتم هنا فيه شخص هيكون مخلص لكم شخصا هيعملكم بامور مستجدة فيه وصية عندكم هتتحسن فيه امور عندكم هتستجدة الله اعلم انتم الفاتر الاسبوع ده ممكن تكونوا بتمروا بضغط عصبي او محتاجين راحة اه ممكن تحتاجين حاجة تبعدكم على المشاكل لان انتم مشاكلكم كتير او التزاماتكم بتزيع اه كمان انتم هنا مش قادرين تكملوا مع الحبيب لانه متغير معاكم قوي ومش عارفينه هو بيعمل كده ليه متقلب المزاج ولا هو شخص نرجسي ولا هو شخص ايه بالزب وما بقتوش تيجوا على نفسكم تاني حرفيا حرفيا انتم ولا هتتعبوا ولا هتدخلوا في الجدال ولا في مشاكل ولا في ضغوط نفسية مع الطرف التاني لان هتحسوا ان الطرف التاني ما اثر عليكم ومش هيعجبكم ردوا عليكم وهتكرروا ان انتم تبعدوا عنه وعن ضغوطوا النفسية لان هتعرفوا قديه ان هو شخص سلبي وشخص مش لطيف في حياتكم كمان انتم هنا في عمق او في امور لغبطة انتم مش طبيعيين الفترة دي لكن الفترة اللي جاية فعلا من كتر الطيبة اللي هتكون في حياتكم هيكون فيه استقرار وفيه امور حلو قوة التواصل الاجتماعي اللي عندكم هتخليكم تحددوا ناس كتير جدا انتم الفترة دي اكتر حاجة بتعملوها بلوكات ادخلوا كده على البلوكات هتلاقوا بلوكات مدهاش اي عدد ليه علشان بدأتوا تفوقوا نفسكم وبدأتوا تبعدوا عن الضغوط وعن الامور اللي مأزياكم لاني انتو لما بتهتموا بحده بتحبوه بتكرموه بترفعوه الفوق ولما بيأثر معاكم في حاجة انتو حرفيا بترموه من حياتكم بس انتو ما بيهنش عليكم العشرة بالسهل وعشان كده بتحبوا تبعدوا وتمشوا من غير ما حتى تقولوا انتو ماشيين ليه لاني لما بتاخدوا قرار المشيين بيكون فعلا طالع من عمك قلبكم وبيكون فعلا طالع من ان انتو توجعتوا وتظلمتوا مش ان انتو عايزين تمشوا والسلام لأ فقرار الانفصال بيطلع من عندكم فلما تاخدوا قرار الانفصال فكروا فيه كويس جدا اي نعم انتو بيكون طالع من جوه القلبكم بس فكروا بيه علشان لما تاخدوا القرار ما تتعملوهش تاني طيب انتو هنا في حد هيدخل باب شاقتكم وهيبقى فيه كلام في حياتكم انتو حاليا بتلمسوا الاعذار للناس اللي حواليكم يعني لو في حد اثر معاكم بتديوا عزره لكن انتو لما بتأثروا مع حد محدش بيديكم العزر بتاعكم انتو ركنتوا كل حاجة على جنب اليومين دول وبتفكروا ان انتو توقفوا على رجل صلبة ويتشتغلوا في حاجات كتيرة جدا كمان انتو في حد معجب بيكم الحد اللي معجب بيكم ده بيرائبكم على السوشيال ميديا وبيفكر لاما بيتابعكم على الانستجرام او بيتابعكم على الفيسبوك بيتابع كل منشوراتكم خلي بالكم وهاز يتواصل معاكم باي شكل للاغلبية عندكم ان شاء الله باذن الله يكون في رجوع او المنفصلين او المطلقات اللي بالهم مشغول في طاقة سحر زهرالكم اوي وطاقة السحر دي هي اللي مقصرة عليكم شخصيا وفي شخص بيتفق لازاكم ليه علشان حاول ان هو يستلف منكم فلوس او مش عايز يردلكم الفلوس وهو شخص بيحاول يأذيكم بيدور حواليك خلي بالك من نفسك عليكو على ادعية تحصين النفس عشان الحسد مدمرك الفترة دي يا بورد الجادي وعمل لك بعض التوتر وبعض الحيرة مش كده وبس كمان بأذيك بطريقة طريقة رهيبة لذلك ان انت ما بتعملش حاجة غير ان انت بتقدمهم الخير وحاس انه عندك بعض العراقيل وبعض التوتر اللي بالك نشغول بيها وفي بعض المشاكل عندك هنا حسن حظ الايام اللي جاية ولقاء حلو جدا مع راجل صالح هيديك انطلاقة جديدة وهيفرح قلبك يا بورد الجادي بس انت خلي عندك ثقة بالله عشان ربنا يغير حياتك فانتوا تخلوا بالكم دايما من نفسكم لان يوجد شخص اخت يعني ممكن الشخص دا يكون فيه اختلاف منكم هو حقود وغير وهيبقى يعني سلبي والشخص اللي بيحبكم وبيرائبكم ان شاء الله دي اذن الله هيقف معاكم وهيساعدكم ان هو يرجع لكم حقكم او هيرجع لكم حقكم من بعد الصبر والمجهود والطاقة اللي انتوا كنتوا فيها او هيكرمكم او هيديكم او هيقف معاكم او هيكون سبب باذن الله ان انتوا تتخطي المشاكل اللي انتوا فيها حاليا او تتخطي الضغوط اللي انتوا فيها في امور هترجع هترجع المية المجريها انتوا دايما تخلوا بالكم وتخلوا بالكم من تجمعات النسب لو انتوا عندكم نسب في العيلة لان مش هيكون في مصلحة ويكرمك من فضله الواسع تحياتي ليك يا برج الجديد ما تنساش قناتنا الجديدة